المهمة التواصل لنا سيد المهمة إدانية المهمة إدانية المهمة إدانية هذا هو الشحور المهد المهد مهد مهد السائل ربعا مهد أولا هذه الدورة تكوينية في إطار استئناف البرنامج والنشاط الأفريقي بعدها تقريبا سنة ونصف أو سنتين الظروف الاستئنائية كان كي إيشاء العالم والمغرب والدولة الإفريقية اليوم هذه الدورة تكوينية تدخل في إطار أولا باعت رسالة للحكومة المغربية للاستسعية أنهم يصرعوا بالاتفاقية من المجانية من المجانية الحصول على البطاقة المهنية وكذلك المجانية في المرور في دورة تكوينية لتكوين المستمر على غرار نقل بضائع ونقل مسافرين التي أصلا تقريبا هذه السنة هم يستفيدون هذه المجانية لهذا مكتسب حصلوا عليه المهنيين في المغرب بعد النضال طويل اليوم نحن مقبلين لمشروع كبير وضخم داخل المملكة المغربية هو تعميم الحماية الشمائية والتغطية الصحية على كل فئة النشطة من المجتمع والفئة السائقة المهنية هي فئة كبيرة وواسعة وهي المعنية أولا من دم الفئات النشطة بهذا الموضوع التغطية الصحية والتغطية الاجتماعية والاستفادة من كل خدمات صندوق الوطني الضمان الشمائي كما جاء في المشروع الدولة المغربية وفي المشروع الملكي إن صح التعبير إذن هذه البطاقة المهنية هي التي ستخول لهم الانخراط هذا الشرط من الشروط أنها ستخول لهم الانخراط في كل هذه الخدمات هذه هالدورة تكوينية كيفما قلت هي مجانية يعني الانتحاد الافريقية أخذ المبادرة بشاركة بطبيعة الحال مع مجموعة مدارس إيدس كل مغرب وهالعمالية ستستطلق من مدينة ستدار بيدا كما أنتم حاضرين معنا اليوم وستعم وتشمل عدة مدن في المملكة على أساس أن هالدورة تكوينية احنا مبرمجين على أنها تبقى مستمرة وفي مجالات أخرى لأنها لا تتكوين أجل حصول البطاقة ولكن تتكوين المواكب النفسية لكل يوم كيعرف بأنه ظروف كيش ألفاء السائقين المهنيين حالة الحجر الصحي اللي مرنا منها الظروف النفسية اللي كيعيشوها كل جول المواطنين هي كتنعكس سلبا بوحد درجة كبيرة على السائقين المهنيين في كل فئات وحنا استطرنا برنامج لأنه أساس أنه التكوين والتكوين المستمر والمواكبة ديالهد العنصر البشاري اللي مهم ومهم جدا ستكون ضمن أولوية ويسونا أولوية ويسونا عفوا داخل الاتحاد الأفريقين منظمات النقل واللوجيستيك خصوصا لتكلمنا على الفرع ديال المغرب واليوم الرئاسة هي في المغرب ودلا بد أن هاد كل هاد البرامج يستفدوا من السائقين المهنيين في المغرب الأساس تعميم ديالها مستقبالا إن شاء الله رحمه 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 ببعث دول إفريقية رفيع عبد العزيز سائق مهني السنف الثاني بالنسبة لدورة التكوينية احنا جينا عنا باش نستفدوا من ديال بطاقة المهنية ونستفدوا حتى من ضمان اجتماعي ونحن جينا هنا بالنسبة للإخوان هنا اللي يشرحوا لنا المسائل ديال القانون الناس في المستوى عارفين أشنو اللي يعنينا ولي ماشي لنا بالنسبة لأول حاجة بالنسبة اللي بواء اللي كيمشيوا لنا النقاط المخالفات اللي بواء كيمشيوا بزاف تلحويش يعني هذي أول مرة كنتستفد من الدورة أول مرة بالنسبة لأنا أول مرة كنتستفد من الدورة بالنسبة لكنا سائق مهني ما شكفت عن مغانبها الصحة الضمان الشماعي بالنسبة لتكوين هذا نطلبوا من الله يدوزونا على حساب البطاقة المهنية البطاقة المهنية كتخول لك ضمن اجتماعي بأنك ركنتا سائق مهني أول حاجة وغات حافظك بزافة ديك البطاقة المهنية انسوش تقابونا وفلاشيني يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد أيام 24 عيونكم التي لا تنام